العين ومارات العين ومارات مرحبا بكم من جديد مستمعين العين ومارات اليوم بشيكون موضوحة ثقافي يجينا من مصر تحديدا للجدل اليوم اللي صاير في مصر بسبب قصة فيلم ريش فيلم هذية اللي كانت حصل على جائزة في مهرجين كان وعرض مؤخرا في إطار عروض الأفلام في مهرجين القونة السينمائي الفيلم هذية يحكي قصة لعائلة تعيش ظروف صعيبة برشا ظروف فيها فقر الحكاية تحكي فيها منوع بين الخيال وبين الواقع الفيلم هذية يحكي على اختفاء أب بعد ما كان حولوا ساحر إلى جاجة وفي شلف انه يرجع لإنسان لهنا جي رحلة المعاناة متاع الأم اللي عندها صغيراتها وقاعدة تحاول انها تخرج من المعاناة القاسية والتعب الكبير اللي عايشته وحالة البؤس والفقر اللي عايشتها بعد غياب الأب في إعالة العائلة وتنطلق الحديث على ظروف قاسية برشا هذه الظروف هذية والحديث على الفقر في الفيلم هذية وخلى بعض الممثلين وبعض المخرجين اللي كانوا حاضرين وحاضروا العرض متاع الفيلم هذية في مهرجين اللي جونة ينسحبوا من العرض هذية بسبب ما اعتبروه انه كانت فيه صورة وإساءة كبيرة إلى سمعة مصر بعد تصوير الفقر بالطريقة القاسية هذيكه ولي اعتبرها هما معناها مبالغ فيها وانه لا الوضعية في مصر مش بالضمنش بالفقر هذيكه مش معناش الطبقة الفقيرة ولا المعاناة الكبيرة هذيكه لخلى بعض حتى زملائهم موخرجين أخرين ومواطنين وناقيدين يكتبوا تدوينات ويعبروا في مصر ويحالة مواطنين ويحالة مواطنين ويحالة مواطنين ويعبروا على الغضب بمتيحهم من الانسحاب لبعض الفنانين من هذا الفيلم واعتبروه إنساءة ويقولوا ليه انه الوضع في مصر مازال ثم نوع من الفقر والفقر المتقع رغم بعض الأصلحات اللي قاعدة صايرة وانه الحديث اليوم على الفقر وإلا الظروف الاجتماعية ما يمسش من سمعة مصر وخلق نوع من التفريق والطبقية في المجتمع المصري بين الفنانين والممثلين والنخبة وبين الطبقة المفقرة المواطن البسيط العادي المصري اللي في بعض منه مازال يعيش في الأحياء القصدرية وإنه هذين قاعدين يتصوروا ويشوفوا فيه حتى في بعض التحقيقات الوثائقية وغيره ووضع ولا طبقة موجودة في مختلف الدول العربية لأن الصورة سوفيان العامة اللي اخذناها من الخبر هذين ومن الحدث هذين يخلينا نحكي وحتى في تونس وفي فترة ما وصلت الطبقية بين الطبقة السياسية وبين المواطن التونسي واللي خلى اليوم حتى المواطن التونسي أول مطلب كان لرئيس الجمهورية حل البرلمان لأنه قاعد يشوف أنه السياسي في عايش في عالم والمواطن التونسي المفقر التاعب كل يوم في قضيته في قفته في عالم آخر معناها هذا اللي تخلق هذا اللي قاعدين نشوف فيه في مختلف الدول العربية خاصة كنحكي وعلى الدول اللي عاشت الربيع العربي كما مصر وكما تونس أولا نشوف في عالم جميلة التونس خلي بدأ في تونس عادة في السينما سما حاجة غريبة هو التونوري بوزيت خلينا نقول واك بالسينايات عنا في تونس بتكنيك ما وصل ما يور أما نذكر كعمل لحنا صغار وعمل فيلم من اللول أعمل فيلم رحسد كان عنيف الفيلم جيان كود بوين مبعد جيان كود كور أعمل هذا فيلم آخر الصفيح من ذهب شوف الصفيح من ذهب هشام رستم تفل الشاب الحداثي وكذا وفتح الهداوي الشاب الاسلائي تعشناه من بعد يعني فيلم بريموني توار فيلم عنده حدث سابق بعد عشنا هذكا والاخر يتلانا ونقم عليه وقول انتم كوم شرجال وزبح في العلل والاخر يقولوا أنا نحب نحلم بعد خير عشناه بعد يمكن خمسة عشرين سنائم اللي تعمل الفيلم تعمل عام ثمانية وثمانين جي كود كور كود بوين كود كور في سينما عادة تنتق هاك لكن اللي لاحظت انا في فيلم آريش معني هو عامل عمر الزاهير يظهرين فيلم مريش كود كور سبق كود بوين واخده جيدة في كانت اخده جيدة نقاط جوكروه فرحوا به نشكل وقتها حكومة وشعب والسيسي وغير سيسي وكلهم شيخوا بالفيلم لكن كما قلت في العرض ثلاثة يام خرجوا عباده وقالوا فيه إساءة لمصر وبدأ الجدل حول المسال هادي يعني تقول على عكس كود بوين كود كور سيطان كود بوين كود كور لكن المسال جيدة معروفة بالسينمائيين الكبار امتاحهم عنها بدراخاني يوسف شاهين بيانسور عاطف صدقي عندهم عنها سينمائيين كبار عملوا افلام اللي تحكي على الواقع المصري يعني كتشوف باب الحديد مثل عودة الابن الظالش كندرية ليه معني ترقى حاجات فيلم ميرامار فيلم ميرامار من أروع ما تشوف هي رواية نجيب محفوظ وتحكي على ثورة 19 والتميوجات الطبقية والاشتراكية والأفكار وصعد يزغلوا الباشا وغيروا والشعب الكريم الفقير القاهرة الثلاثين وفيلم زادة فيه عزت عليلي السقامات يعني عندهم أفلام بصراحة وكله نقل للواقع الواقع ونقدي يوسف شاهين كان عنا شاب صحفي كبير صحفي عظيم من انا نعتبره اللي هو خميس خياطي تونسي زميلنا واكبر مني وكاتبوا صحفي كبير خميس مخزيش عظه كما ينبغيه كان هو في ديليك بالتيران يتجروا بشي عرفوا به في كان هو تعرف فهنا عنا في كالتاش وقت عمل عودة عمل العصفور وعمل الأرض اللي تحكي على معانات ابن الفلاح فلاح في المصري وفي الصعيد وغيره من بعد يوسف شاهين يظل عمل في الوثمانية وقفه في كان ربع ساعي صفقه له يوسف شاهين قمة قمة رحبة حاجة عظيمة قفلتها من فلتات الزمان معاني حتى في التصوير في حاجات كما هكا فيلم الأخير اللي هو رواية اللي هو عمال تعقوبيان وكالشخصيات لمثلة المجتمع المصري الفقر وكالكي متاع عاد الإمام عاد الإمام وقليق في كلهم هذي كانت خير من لندرا هذي يشوف توا حياتنا كيفاش مصاروا عندهم بذلك سينما رهيبة وقوية احنا نصارعوا معها ممارم مصارعوا عالم تكون كبير السينما جميلة كيتبعد شوية على سياسة ومش في التناول ايه هو دي كان نيورياليزم كيكا هما مجلسة تغطى عليها روسليني وفليني وفرانشيسكو روزي وفيتورو ديسيكا وفيتورو غاسوان يعني سيطرت عليها شوية المجلسة الإيطالية لكن نيورياليزم يعطيك سياسة بطريقة أخرى الفيلم هذا الحق خلق مشكلة لكن المجتمع المسر يجب ان ينظر نفسه في وجهه كي بقى احنا سما كاتب كبير انا اسر فيها ياسر وانا شغيله ومش هالفكوه بش هالفكوش يقولك يقولك لا نحكم عن الانسان حسب الفكرة التي يحملوها عن ذاتها كل ما يلوح المجتمع كل الزبلة اللي هي واحة المجتمع انا نمشي لها امشال للسجون امشال البثليين امشال اللي يقولوا عليهم مهبلة تقلى ليستواد لفولية لاش كلاسيك معاش تقول انسان مهبول تولي تخاف الكلمة لانه يقولك تقول مهبول انتي بتشرعيسة الاشياء فيها التعذيب وفيها القتل وفيها الوصم وفيها المعنيها معنيها يربطوا العبيد في كل المولستان وحاجات كم هاكة السينما دورها هو هذا احنا طوى كان تاخلي سيلياس تونيجيان عمر الخليفي مثال بخليف فيلم الفجر والفلقة عمل فيلم المتمرض اللي مثلت فيها سعاد محمد صامر على عينيه الظروب كانت ملعظمة اللي هو حكي على صورة علي بنغذهم عبداللطيف بنعمار عمل فيلم سجنين اللي هو حكي على حداثة سبعين قبل قبل ما تصير والتمييزات الطبقية وحاجات كما هاكة عمد شسبو بن حليمة مش عمد الله يرحمه بن حليمة عمل خليفة لقرع عمل حاجات كما هاكة حتى فليم كما حد فرمين متاع فريد بغدير شسبو تفل العكالي اللي زرن اللي عمل للسيدة عمل سينما دوليال السيدة يحكي على حي السيدة والشبيبة اللي عايش فيه واخذية جايزة في مهرجين كارتاش في عديد البلدان الدولية عمل زادة فيلم على زرزيس زرزيسكي تقوله شنوه يقولك هاكة هم يقوله هو هاكة صديق عزيز نور البوزيد عمل راح السد عمل عرق السطين عمل اللي بنيت اللي تخدم في الديارة وطوة من الجبنية نعمل معناها قوانين جديدة دونك سينما هو تحط كيبا مرئة الواقع تمشي الواقع وهنهارين يحكي له على فتاة عملت فيلم وعجب لي ياسر لهم حكيت على حي هلال واحد من الأصدقائي قارش فياني لو خدب في الواقع ولا خيلا على حي هلال قارش فياني لو خدب في الواقع القتل والله منظمية نقل الكتاب دونك المجتمع المصري كيبا مجتمعاتنا يجب أن تنظر إلى نفسها آآ ثم كيبا قلت أنتي حاجة قطيعة أحيانا تقع بين طبقة من ثقفة أو طبقة من طبقة بالسلطة أو طبقة تعيش في رفاه وبين الشعب الكريم ما عشي عقلوه كي تقوله لو المصري يأكل في التفاف ولا غيره ما يشدكش يقول كلا يظن اللي هو بين الزمالك ومصري الجديدة والكامباوند وهذيك الحيات المتاعه والسياسيين ساعة يدخلوا في الحلقة هذه المفرغة وبعض الصحفيين يوليوا معهم في تاتاتات يوليوا يحكيوا على مجتمع افتراضي انتي تور في آآ على مقاهي وعنا كذا في تونس يبيع لك مثال القليات بتسعة وصبعين دينار وبعيد عليه هربعة ساعة تلقى حي هلية تلقى حي ناسيب تلقى حي النقرة هي اساميها تلهم على كيف تاجي اللي حكي تالي هينت ساي ما بين مكان ومكان ومكان يختلف وبين الاخر بخمسة عشرين دينار وما يلوهمش ومن بعد يقولوا ودل حافيانا ورالب لايك اللي بيهم اللي عليهم يوليوا الوصف الاجتماعي والقوة بتاع السينياسي كيبا اي اديب ولا اي مفكر ولا اي فنين هو كيبا قال في الصحافة في البي للاندر احنا دولا مشوا ومعموا future لكن نضيعوا ال 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 ريشا ذالا الريشا في الجرح في الالب وهذاك هو اللي يبقى وسيد الأدبات ومن اسيد الأدبات في العالم المسعى دي اللي قال الأدب ومأساتهم أو لا يكون والفن الكل هذك والليبقى في تاريخ الإنسانية هي اللي تحكي على الشجن تحكي على الألم لأنه هذك معطأ أساسي وهذك دموع الحيارة والناس اللي ما عندهم حتى حدي مثلهم هذك الاشكالية وإحنا إن شاء الله بيش تكون لنا عودة أكيد سوفيين على الانتظارات من أيام الكرتاج السينمائية شنوبش يكون بطبيعة العروض الموجودة وباعتبار أنت في لجنة التحكيم بيش نتستغل الصيفة هذه وإن شاء الله يكون مستوى التنظيم ومستوى الأفلام الموجودة إن شاء الله سنة نرجع إلى مهل الجين كبير إن شاء الله وما يلكز على هذا إن شاء الله نستنع ولا نعودة حول هذه التظاهرة والمناسبة المنتظرة أحنا هكذا نكون وصلنا نهاية برايم تايم دي اليوم هنتقابلك العدد إن شاء الله غضو في نفس التوقيت ديكم صفيف في موجوز العشرة سنة وبعد شوية علي وسحر في موجو تصبح في لامين باي باي